كيف تشوف الحياة بعين وحدة بشكل جزئي كمان؟ الليك بدي لك شغلي أنا أقلمت حالي عن هيدا الوضع أنا ما عندي مثلا أنه فكر أنه لا ضلني من حكيم لحكيم وروح أعمل عمليات وغالأسس وغالرويات اللي إجيت 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 إذا ما إجيت صراحة آخر هم الموضوع لأنه في عندي أولويات تانية وتطلعات تانية شو أولوياتك محمد؟ أولويات بالحياة ابني حالي كون حالي كون عندي اسم لحالي كون عندي بيت كون عندي أسرة حقيق طموحي اللي إله علاقة بكرة القدم كون بشغلي كتير قوي نحن الليلة منا مستضيفينك لأنه عندك مشكلة صحية يعني هيدا من رب العالمين أو القدر ولكن نحن مستضيفينك لسبب آخر أكيد هذا شيء آخر شيء منحكي فيه مثل ما بيقوله حلو هالأمل اللي بتعطيه هالقوة مع أنه أنت ما بتحب تعيش على الأمل ما بحب تعيش على أمل أنه عملية وما عملية ليه؟ لأنه إجت إجت ما إجت ما بدي ضلني أعايش على هذه اللحظة وبالمقابل في شيء تاني أنا قادر أعمله بالحياة ليش بدي أوقف حياتي وأمل وعملية وما عملية بالمقابل في شيء تاني قادر أعمله وقدر أوصله وهييني عم بوصله الحمد لله لأنه الشي اللي عطيني أيا ربنا بيني وبينك الشي اللي عطيني أيا ربنا هو أهم بكتير من أني كون عم شوف بعين تاني أو عم بعمل عملية شو عطيك رب العالمين يا محمد؟ صراحة ما بعرف يعني remainwing اسمع لهم مشاكل لهم هالقصة صرويات وهيدا الشي انا بشوفه اهم من انه الواحد يكون عم بشوفه بتشوف المستقبل يعني؟ بمطرح ايه؟ كيف يعني؟ يعني انتي كرابعة مسلا بقدر شفلك لقدام شو ممكن يسير يلا انا هلا قدامك فرجينا هالبصيرة شو بدا تقول؟ بحس ممكن لقدام يصير عندك شوية وجع من هون وشوية اوجع من هون عندك خطوة لقدام بدك تخطيها كتير كتير منيحة عندك شي خاصه بمصر او الامارات او السعودية فيه شخصين كبار بالعمر حيساعدوك بشي عندك طيارتين كتير 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 اقراب عندك مهمة سرية خاصة بتتوكل فيها عندك فيه محال ما عمل لك استقرار بس فجأة بيعملك استقرار بتنامي على شي بتفقي على شي بشهر واحد او اثنين تلاقي حالك تغيرت 180 درجة فيه حدا بيعرض عليك عرض انت مش متخيليته بس هالعرض اقبلي فيه الله يسمع منك هايدي اول مرة حدا بيتوقع بس بيقول كل شي ايجابي يعني بس بيستثناء شوي الاوجاع هي موجود الاوجاع مئي بالمئة مئي بالمئة انت بتتتوقع لبناس يعني انا صراحة هي شغلة وما بستحي يعني تتقاضى مصار يعني ايه صراحة ايه بس اكيد ما بتاجر بالموضوع يعني متل هول المشعوزين اللي بيطلعوا وبيحكوا وبيخبصوا بس انه شي قدوا لانه بدي عيش ترقتي بواب كتيري صراحة ومكل ما روح اترقوا بيت بيقولوا ان احنا شغلنا بيعتمد على الصورة انت ما فيك تشتغل عنا فصراحة طريت فوت بهيدا الباب طب انت عشو بتعتمد انت منك شايفني بشكل واضح يعني عادة الكف العين وشو يعني لما تتوقع لشخص عندي ملوك كنت صغير قلت لأحد الاشخاص انه بيصير عنكم شغلي بعد عشر سنين بتجيبوا بنته وصابه وبتتركه وصار متل ما قلت لهم فانا هيدا الشغلي عندي اياه انا وصغير شو هي عندك ملوك شو يعني ملوك صالحين بيساعدوني بيقدروا يساعدوني لهيدا الموضوع تسمعلون يعني هني يعني مثلا لما قلت لي رابعة دغري عطوني تفاصيلك طب واذا سألتك اكتر تعطيني اكتر يعني انت لما تقعد مع ناس تتوقع لهم اكيد